الجزء اللول في التقرير هذا نحكي فيه على تأجيل النظر في مشروع تجريم التطبيع في البرلمان التونسي تأجيل النظر هذية صار للمرة الثانية نعتبرها طريقة بش يقبروا الموضوع معلنا طريقة واضحة لقبر الموضوع هذا بصفة نهائية ما يحبوش يقولوها لكن المفعول امتاحه هو هذا هو التخلي نهائيا على المشروع هذية هنا النقاش مفتوح ما بين شق يعتبر انه لا مجال لجلسة عامة اخرى قبل النظر في المشروع هذا وشق ثاني يقول نتجاوزه ميسالش ما فهم حتى مشكل كل هذا تحت البريتكس بتبيعه متع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب وسمعته اليوم في عديد المنابر والليامات الفارتة لكلها ولا فهم حديث على فكرة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي بعد الا صار الكل في موضوع بتجريم التطبيع والتصريح اللي ادل بيه سيد ابراهيم بودربالة على لسان سيد رئيس الجمهورية الى اخره دونك حبيت نذكرتوين سال هنا زعم الوثيقة متع سحب الثقة هذه ما تفكركمش بحاجة اخرى قبل اللي هي كانت تسبب من الاسباب اللي انتم حليتوا عليها مجلس النواب بون فما فرق لهنا جمعت قبل ما كانش عندهم مليون زيادة في الشهرية لكن جمعت توا ولا عندهم مليون زيادة في الشهرية وافقوا عليه وعدوه دونك تفكرتوش يقبل سحب الثقة اللي طلعت بها الوستاذ عابير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ورئيس كتلته تحت قبة البرلمان سحب الثقة من زعيم الاخوان راشد الغنوشي الى للاسف ترقس البرلمان التونسي في يوم ما دونك تفكرتوه هذا الكلو نورمالما فما اشكال قانوني كيف كيف تحدث عليه العديد في الموضوع هذية فمشكون يقول موش قانوني انعينه موعد لجلسة عامة جديدة وانتي عندك ديجا جلسة عامة مفتوحة ما تسكرتش دونك فسؤال اللي يطرح لهنا هل بش يتسكر الموضوع هذية ويتعديه للا بعده دونك احنا بصراحة نحب ونعرف وشنو اللي ساير بالضبط في تونس وشنو اللي ساير تحت قبة البرلمان هل انو الاشغال بش تتواصل هل انو الجلسات بش تتفتح فما جلسات عامة جديدة ولا لا لانه فمشكون يقول يلزم تتسكر الجلسة هذه المفتوحة الجلسة العامة المفتوحة اللي قاعدين يأجلوا فيها على بعضه اقبل ما نتعداوا الجلسات اخرى دونك عديد الاشكاليات اللي موجودة القانونية اليوم اللي موجودة معناها بون فما اشكال اخر كيف كيف منحكي فيه اليوم اللي هو في باننا اللي ترشحوا المجلس النواب هذا الكل هم تابعين للمسار اورك توا نشوفوا اللي فما انشقاقات كبيرة على المسار مسار 25 جويل يا نحكي هذي كعليش برشا معناها استعملوا ماسك واضح للوصول للبرلمان هذي وتظاهروا بانهم تابعين للمسار هذي فتقبلوا وتعداوا وولوا نواب وزادوهم مليون في الشهرية دونك هنه بش نبدا واضحين لمنابر الاعلامية اللي قاعدة تتكلمتوها مهم قالوا قبل كون الانتخابات هذية عملت على المقاس برشا منهم قالوا الكلام هذي اخيرا معناها قالوه بعد ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي كبير برشا وبعد اينارة الرأي العام اللي هما قاعدين يغلطوا فيه وبعد ما انه توانسا ولو يتسائلوا ولو يتكلموا نسكل تعرف الا البرلمان هذا بالذات الفكرة العامة السائدة من لول كونه الا ترشحولوا كلهم مؤمنين بمسار 25 جويل يا به السؤال اللي يترح إذا كيف كيف نختم به الجزء لول هذي حبيتها ما تفوتش تلاسة دقايق البرتي لولا السؤال اللي يترح لهنا هل انه النواب اللي اسمعناهم في التلافذ يتفافوا ويتشدقوا وزعمة زعمة وطنيين ومهمش يلوجوا على الفلوس ويقولوا احنا ما حاشتناش به المليون الزيادة هذي الا حبوا عليه زملائنا النواب ولا عدوهونا اكسترا وما حاشتناش به ومنحبش نقبلوا ومنحبش كذا فما سؤال هنا مهم جدا يترح هل قبلوا المليون الزيادة ولا هل تصبت لهم المليون الزيادة هذا ولا الا اقروه باش نعرفوا شكون المنافق منشكون الصادق خنشوفوا على اقل راهوا مهم شفتوا اللي ديتاي هذوما راهوا مهمين للغاية معناه اذا كان الاعلام ما يكبشش فيهم التفاصيل هذوما باش تعرف انتي لتحت قبة البرلمان نواب صادقين وسياسيين صادقين ولا ولا هما فقط يعملوا في السياسة باش يطلعوا على اظهر المواطن التونسي وياخذوا سالير وامتيازات متعنايب لا تعرفوها ولا تود زادت مليون ام انه بالحق هذوما ناس معناها بدا يرجع لهم شاهد العقل في بعض المواضيع ويكونوا عن تقد كلمتهم فسؤال يترح على المسؤولين في البرلمان التونسي وعنواب الكل الناس بالتحديد الى تكلمت وتشتقت وقالت ما حاشيش به المليون ازكت صابلها المليون وفي الاخر قبلت به ولا ما قبلتش به وكيفاش ما قبلتش به هل فما اجراءات معناها تم اتخاذها باش يتم اقصائهم من هاززيادة هذية ولا استثنائهم خليني نقول من هاززيادة هذية المقدرة بألف دينار ولا ما فهمش خليني نفهمه هذا الموضوع اللول